إنها الفوضى، بل الكارثة الكبرى من دون أي أمل بالتغيير أو فرصة للإصلاح هذا باختصار عنوان تقرير أمريكي يتحدث عن مستقبل العراق بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة معهد انتربرايزر الأمريكي لأبحاث السياسة العامة قال في تقرير له إن العراق ماضي نحو فوضى كبيرة لا سيما بعد انتخابات أيار الماضي والتي كان فيها مستوى التزوير عال جدا بالإضافة لنسبة المشاركة الضائلة وهذا ما سينتج بحسب التقرير حكومة مستنسخة عن سابقاتها بأسس طائفية وفساد حكومي يعتبر باكورة العمل للحكومات المتعاقبة في البلاد بعد الاحتلال ويحمل التقرير رؤيته للكارثة على عدة بوادر أولها ما حدث في الانتخابات من مشاركة شعبية لم تتجاوز العشرين بالمئة وعمليات التزوير الواسعة التي شابت الانتخابات لكن ما وصفها المعهد باللعنة تلخصت بتشكيل برلمان مفكك من المحال أن يتوقع منه إصلاح لا سيما وأنه مؤلف من أحزاب وكتل ستعمل كعادتها على استنزاف أموال البلاد لمصالحها الضيقة المعهد الأمريكي توقع عدة سيناريوهات مقبل عليها العراق مع غياب أي أمل للتغيير في ظل النظام السياسي القائم وعول هذه السيناريوهات يكمن في بلوغ موجة الاستياء الشعبي ذروتها وتصاعد عدم ثقة الشعب بالحكومة ما يؤدي لهجرة أخرى للعراقيين وتصدر الأحزاب الساعية للحصول على المكاسب للمشهد أما السيناريو الثاني وهو الأرجح فيقول التقرير الأمريكي إن البلاد على وشك ثورة كبيرة مع التساع الفجوة بين الوضع المعاشي الذي يتوقعه الشعب والوضع الفعلي خصوصا وأن رقعة المظاهرات تركزت في مناطق كانت تقول عنها الحكومة إنها حاضنتها الشعبية كما أن هذا الحراك لا يؤيد أي حزب سياسي بل يرفض كل النخاب والمجامع السياسية في البلاد إذ لا يريد العراقيون إعادة تجارب الماضي فجميع الحكومات المتعاقبة تأهدت بالعمل على حل مشاكل ومعاناة الشعب لكن كلما تشكلت حكومة سارت على خطاء أختها بممارسة السرقة والفساد